كيف تكون أصدقاء؟ أنا قد أنثى واليوم يوم جديد في يومياتي أنا وحماتي الله يطول بعمره حماتي جوليا قطان من معمري بيت لحم وهي من الناس القليلين الذين استعتموا الموجودين رح تحكينا اليوم عن الفترة الزمنية التي طلعوا فيها من فلسطين ولكن أريد أن ننوح على فكرة حماتي هدتني هذا الشعل الحلو هذا الشعل الحلو قال لأنه عجبت القصة وقد ما نظري فيه قالت لي أنه جديد ومخبايت لي تسلم لي عينها الله يطول بعمره الآن سنرى حماتي ما ستخبرنا عن هذا الحق الزمني كيف طلعتوا من فلسطين؟ كيف؟ كيف؟ أشوف أشوف سواني كيف طلعتوا من فلسطين؟ خالتوا ما بتسمع كثير فأنا بكتب له على الورقة نتواصل مع بعض على الورقة هلا بحكي لك فضلي ارتاحي بحكي لك كيف تجوزت كيف تعرفتي على أمه اه اولي فضلي كيف جوزنا أخونا كان أعزب اه بالسوريا هذا الكبير كان أعزب اجا طلبوا الخوري على الأرض المقدسة المقدسة تعرف يا الأرض المدرسة يعلم هو معه دبلوم إنجليزي وعربي وفرنسي لأنه سكرت الإدث كان يعلم بالإدث يروح من بيت لحيم على الإدث يعلم ويرجع المساق شو اسمه؟ قالوا للخوري الخوري كان لدينا بيت لحيم رئيس مدارس أجا هون عمر الأرض المقدسة المدرسة الخوري جابوا لأخي بقينة أنا وأختي أمي وأمي وأبوي أم بيت لحيم أم راح الأيام أمي أشطت جلطة سكت قلبية توفت الله يرحم ماتت خمسين صبي الله يرحم بعد سنة مات أبوي الله يرحم مات أبوي مات أبوي أحب مات أبوي أن أضغط مات أمي من يجع مات أمي مات أمي احنا انبسطنا انه منغير شكل اه 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 بعنا كل شي كان عندي ماقنة الخياطة بالجنن بعنا تخوت الفرشات الخزن الجوز العفش كله خلصنا انه حكانا انه خلصنا قال انا بحكي مع اخي اللي بعمان بشتغل عند توفيق الطان اه التين المان الماضي يطلع يجيبكن وانا بلاقي يكون ع الشام اه الناله منح صار طرع اخي اخي ترك مرته وولاده وطرع اخذنا ام نمنا ليلة بعمان ثاني يوم طلعنا على الشام على القوتيل لقى اخوي الكبير بالقوتيل ناطرنا اخذنا واجابنا على اللدئية اخذنا مستقجر بشارع بغداد جنب المدرسة الرهبات امم كثير موقع حلو هيك صرنا نطبخ له نطبخ له حبيته نخسره ندير بارنا عليه هذه مقابينا هناك اسم جوليا اه مثل اسمك اسم جوليا معلمة ضربت عنا عليه لاخوي فرانسيس اسمه الكبير صارت تجيب هيا واما ينزلوا يصهروا عنا يصهروا عنا اهم قال كيف شايفتي وفعلا الحمد لله وبناته إسه أحسن بأحسن اهم خطبناها اهم وتجوز عمل قطة ملامة اهم وتجوز عنده أخه عنده أخه يشتغل براجي مهندس ترك كلادقية راح فتح معمل معمل فانيلات كيلوتات تجربت بيروت اهم اهم اخوها اهم كمان كان ما متجوز اهم 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 بس قبل ما ياخدها اهم 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 شفوني عم بخيط جوزي اهم 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 بقربوها اهم لامة للعروس اهم 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 بقربوها كبرا اهم 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 كبرا كبرا راح اهم اهم و اذهب الى بيروت و انا تمت باللادقية حلو 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 ماعنات انت حبيت اللادقية؟ حبيت اللادقية؟ حبيت ايها؟ تمت فتحت شغل اربع بنات كان عندي باللادقية اربع بنات يتعلموا الاخياطة عندي مش الحار اعملنا مصاري اي الله الحمد الحمد